أول سؤال وصلنا سؤال بيقول ما حكم التهرب من الضرائب مع ذكر الأدلة حكم التهرب من الضرائب حرام حرام ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل منظومة في حياتنا اسمها منظومة التكامل الاجتماعي حتى في الزكاة الله سبحانه وتعالى لما جعل الزكاة زي ما حدث النبي بيقول تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فأول حاجة أننا لازم نعرفها أن هو ده اللي فهمه سيدنا عمر فسيدنا الإمام عمر هو أول من اكتهد في أخذ هذه الضرائب ودفعها للمصلحة العامة لأنه كان مقتنع أن فيه واستدل طبعا واستدل بكثير من الآيات التي تدل على أن هناك حق في الأموال غير الزكاة وبالمناسبة سيدنا عمر لما فرض هذه الزكاة إيه اللي حصل لما فرض هذه الزكاة بأبي سيدنا عمر رضي الله عنه ماذا جمع واستشار الصحابة فكانت دي من السنن التي سنها سيدنا عمر التضامن الاجتماعي بقى لازم نعرف أن التضامن الاجتماعي دي فريضة وتعاونوا على البر والتق ولا تعاونوا على الاسم والعدوان ده أمر وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إحنا عندنا ما يسمى بالحاجات العامة وعندنا ما يسمى بالموارد الاقتصادية التي فيها إرادات عامة بتصل إلى الدولة الفرق بينهم بيعمل مشكلة في الميزانية فيما إيه لا يحصل لو ما فيش درائب إلا يحصل الناس هتموت من الجوع ومش هتقدر الدولة تقوم بأهم حاجة بالتعليم ولا بالصحة ولا بالأشياء اللي الناس ما بيدفعوش فيها أموال وبتكون بشكل مجاني أو شكل مدعوم يبقى إذن الدرائب بتوزن الميزانية وبتخلي ما يسمى يؤخذوا من فقرائهم ويؤخذوا من إغنياهم ويتردوا على فقرائهم بس المصالح دي مش مصالح بتكون للأغنياء بس للكل فعشان كده بتكون الزكاة هكذا ولذلك في حديث عن فاطمة بن قيس قالت سألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة الحديث ده في الترمزي وفي سنن كمان أبي داود ثم تلقى إله وتعالى في سورة البقرة ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البناء ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه زو القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب نقفة وأقام الصلاة وآتى الزكاة طب يبقى إيه اللي حاصل كده يبقى فيه تكرار ليه فيه تكرار الله سبحانه الله يقول وآتى المال على حبه مش كده؟ وبعدين ييجي في آخر في خاتم هذه الآية في خواتم هذه الآية وأقام الصلاة وآتى الزكاة يبقى إذن هناك حق آخر غير الزكاة يبقى فيه شيء تاني يدفع غير الزكاة للمصلحة المسلمين وإحنا عندنا قاعدة مهمة جدا أنا عارف أن بعض الناس ممكن يقولوا طب ما إحنا جده بناخد من الناس بناخد من الناس عشان الشأن العام وإحنا عندنا قاعدة فقهية مهمة جدا 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 بتقول إيه؟ إنه يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى ينص على ده الإمام السيوطي في الأشباه والنظار وغيره من الأئمة الذين صنفوا في القواعد الفقهية يعني إيه؟ يعني بيقولوا إن الضرر الأدنى اللي هو يتحمل يتحمل الضرر الخاص اللي هو أخذ المال من الأفراد من أجل ماذا؟ من أجل دفع الضرر العامل اللي هو دفع الضرر العامل اللي هو الدولة إذن وعليه مدامة هذه الدرائب مقدرة بتقدير دقيق يحقق المصلحة فقد وفقت الشر لأن أعمال وي مسؤوديات وليه الأمر منطب المصلحة فإذا فعل ذلك من أجل مصلحة العامة فقد حدث المراد والذي هو إقرار المصلحة زي ما كان سيدنا شعيبي بيقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فإذا كان هذا العمل يحقق مصلحته فهو جائز ويبقى التهرب من الدرائب بعد ذكر هذه الأدلة يكون حراما لأنه يؤدي إلى درر عام على الدولة بأكمله ترجمة نانسي قنقر